كيف بدأ الفيلم دينا في الإنجليز في القرن 19 مع واحد الولدي تيم وفقير اسمه أوليفر واخده واحد الرجل اسمه بامبل يخدم في الكنيسة ودعوه لدار الأيتام حيث موباه ماتوه هو صغير أوليفر لم يقلس لدار الأيتام فابور إلا بغي يأكل ويشرب وينعس خاصه يخدم عند المسؤولين الخيرية هو ماشي بوحده كان بزاف ديال الدراري صغار بحاله تماما وحتى هم خدامين أي خدمة طلبت منهم والمسؤولين الخيرية يتعاملون معهم خائب وبعنف حيث لا يهموهم الدراري يتهمهم غير الفلوس الدراري يخدمون النهار كامل وهم يعطوهم ماكلة ولا تشبعهم واحد من الدراري الصغار دار ليهم واحد القرعاء بالخيوط والذي يطلع فيه الخيط القصير هو الذي يمشي ويقول لي هم ره الماكلة قليلة بزاف بداوت تحدي وأوليفر هو الذي يجع فيه الخيط القصير وفوق الغداء مشى أوليفر عند المسؤول وقال ليه فيه الجوع زيدني المسؤول بغي يضربه ولكن أوليفر هرب ليه مشاهدك المسؤول عند الكبار ديال الخيرية باش يقولها ليهم وهم كانوا يأكلوا في طبلة عامرة ماكلة وقروا يعقبوا أوليفر على هذا الشي الليدار وكان واحد خدام في تنظيف المداخن غادي في الطريق وشاف إعلام فيه دريل تبني بثمان رخيص بزاف دخل هذا السيد الخيرية باش يشري أوليفر فدعوها عند القاضي باش يسجل العقد القاضي شاف أوليفر وبقى فيه بزاف وحكم باش يتبنيه ولكن المسؤولين كان عندهم رأي واحد اخر فخداوه لعند واحد يصنع التوابي ديال الموتة اسميته ساور بيري أوليفر بكى ولكن تحد ما تصوق له وفشاف تومر تصاور قالت ليهم صغير بزاف ودخلاته عند الخدامة باش تعطيه يأكل من ذلك الشي اللي يشاط على الكلب ديالهم وفشبغي ينعس فرشات ليه في الأرض حتى الصنادق اللي يصوبه أوليفر خاف بزاف ومشى كي يجري ينعس صباح الصباح وفاق أوليفر على التقان في الباب فاش حل لقى ولد صاور اللي هدر معه بأسلوب خايب الخدامة اعطت لأوليفر الماكلة وقالت ليه يأخذها بعيد ويأكلها وهو يأكل بقى ولدهم كيتنمر عليه حيث يتم مسكين صاور شاف كيف أوليفر يخدم من نيتو وناشيط وضريف فبقى فيه وقال لمرتو تبدأ تعامله مزيان ولكن لا يستطيع أن يقنعها حيث يخاف منها وهي عصبية بزاف وخايبة لغد ليه وهمة كيف يفتروا بدأ ولدهم في التنمرة وبدأ يعاير لهم ملي ميتة أوليفر تعصب بزاف وتلاحق عليه وضربه سمعت الأم الغوات وجات فكاتهم وحطاته في واحد البيت صغير وعيط المشرف الخيرية أوليفر لم يخاف منه قاع وفجأ صاور بدأ يهدر معه وقال ليه بللي ولدك اللي غلط في ماما ومراته تعصبات وقالت لراجلها يضربه فبدأ يضرب فيه وحازين عليه النهار الثاني أوليفر هرب من عندهم وبقى غادي في طريق طويلة وغير بوحده حتى قرب يصل إلى مدينة لندن عياه ونعس في القش وفاش كي يجوع كي يأكل أي حاجة حتى لقى واحد دار ضق عليهم كي يعطيه قليل لماكلة ولكن مول الدار جرى عليه فهرب وهو غادي تقطع عليه صباطه بكثرة المشي وبقى هاكاك حتى طاح وصخف لقاته واحد المرة كبيرة في العمر وخداته عندها وعطاته يأكل وقال لي ها باللي بغى يمشي للندن عز عليها بزاف وخافت عليهم الطريق ولكن أوليفر شكرها ومشى وصل للندن ونعس في واحد الشارع بكثرة العية فاشفاق كان ترجلوه مجروحة وهنا جا عنده واحد الولد في نفس عمره اللي كان اسميته تشارلز تعرفوه على بعضياتهم وبدأو كيتمشاو تشارلز سرق شوية ديال الخبز وعطاه لأوليفر بش يأكل أوليفر عاود ليه على قصته وخداه معه لدارهم فاشدخل لقى بزاف ديال الدراري الصغار بحاله كلهم ايتام تشارلز عرف أوليفر على مول الدار فيغن اللي رحب به وعمله زوين وقلتوا يأكل مع الدراري وهناك نعرفو فيغن اللي خدمته هي يعلم الدراري الصغار السرقة في مقابل يعيشوا معه في الدار فيغن اعطاه بلاصة في واحد البيت بش يولين عس فيها فهذا البيت يخبي فيغن المجوهارات الغالية اللي مسروقة وهو يتفرج فيها فاق أوليفر وشافه فمشاكي يهدد فيه باش ما يقولش لش يحد باللي شاف هاد الشي وقال ليه أنا مخبي هاد الشي باش نهار نكبر ونشرف ما نشرج أوليفر قال ليه ما تخافش هاد الشيء سيبقى سر بيناتنا النهار الثاني بدأك يجمع ذلك الشيء اللي سرقوا الدراري وكان فيهم وحتوب فيه علامة مخيطة فيغن قال أوليفر يحيدها بليبرة باش يقدروا يبيعوه وهنا الدراري بدأوك يعلموا أوليفر كيفاش يسرق حتى هو ثم دخلوا عليهم جوج ديال البنات بيت ونانسي اللي كانوا خدامين مع فيغن من شحال هادي وتعرفوا على أوليفر دازت ليام وأوليفر مل من الدار ومشا سرق واحد توب من فيغن باش يبين باش يبين ليه باللي قادرته ويخرج ويسرق فيغن وافق بشي خليه يخرج وعطاه شوية ديال الفلوس وصباط وهو مفصوق سرقوا الوحد الراجل من ديال من جيبه وملمحال شافهم وبدأك يغوت عليهم جوج دراري الاخرين هربوا ولكن أوليفر تلف وما قدرش يجري ديك الساعة وفاش هرب تبعوه الناس كاملين غيره واحدة شدوه وداوه للقاضي دراري الاخرين مشاوا يقولوا هادشي الفيغن منين كان أوليفر في المحكامة القاضي كان عصبي بزاف وما خلال حتى واحد الفرصة فين يهدر هنا أوليفر سخف ولكن القاضي يحساب ليه غير كي يمثل وحكم عليه بثلت شهر ديال الحبس وهنا دخل ملمحال وقال القاضي ماشي هاد الدرر اللي يسرق ولكن القاضي يجري عليه واحد الراجل اللي باس عليه اسميته براون بقى فيه أوليفر وخداه معه في طنوبيلتو وهنا كنشوفه فيغن اللي كان مع الصب بزاف وخايف لأوليفر يعترف ليهم بكل شيء ويقول ليهم عليه وصيفتنا ينسي باش تجيب الخبار فمشهت لعند البوليس وبدأت كتبكي وتمثل بالتي تقلب على أخوها البوليسي قال ليها بالتي السيد براون اخداه معه وعطاها العنوان دياله وهنا أوليفر فاق والقراسوس الدار زوينه بزاف ونقية حاول ينضي ولكن عود طح عوداني اللي مكلفة بالدار هي السيد براون هزوه وغطاوه مراها فاق وزاد تعرف على السيد براون كتر ولبسوه بس غالي بزاف وهنا السيد براون قال ليه واش تبغيت ولي مؤلف كبير فاش تكبر فجاوبه أوليفر والذي يفضل يبيع الكتوبة هنا سيد براون عارفوه كيف يريد التجارة بزاف فهذا الوقت كان بيل ونانسي حاضي ينتظر براون براون صخر أوليفر لكي يشري كتوبة وصاحب براون قال ليه والذي غير يهرب ليه بالفلوس وما يرجعش أوليفر وهو غادي في السوق شدات ونانسي وبدأت تقول وسط الناس وآخيرا لقيت خوية أوليفر يغوت ويقول لهم والذي رأيها غير كتابة هنا جاء بيل وبدأ يمتلع لهم حتى هو وبدأ يقول دعي امك مسكينة خايفة عليك وهكا حتى تقدروا يأخذه والداوه عند فيغن وغير دخله بدأوا يضحكوا على حواجه بيل سرق له الفلوس وهنا أوليفر خاف بزاف للسيد براون يحسابه باللي هرب ليه بالفلوس وحاول يهرب من الدار فخرج ونانسي صدات الباب على بيل حيث كان سيحرر كلبه على أوليفر ولكن بيل ضربها وخرج وفي الآخر قدروا يشدوا أوليفر ورجعوه للدار فيغن كان سيضربه ولكن نانسي لم يخلاتوه والدراري خداوا ليه اللبس دياله الغالي ولبسوه للبس ديالهم ومن بعد صدوه عليه في واحد البيت الغدليه جاب ليه فيغن الفطور وبدأك يحسوه بالدنب حيث هو دخله لعنده وتهلاه فيه وفي الآخر هربوا وخلاه من بعد خرجوا وخلا الباب مفتوح في الليل بيل سيفت نانسي تجيب ليه أوليفر وهو ما في الطريق قلت ليه من الأحسن لك تسمع اللي هدرته لكي لا يقاديك فشو وصل اللي عندهم؟ مشاو عند واحد الراجل اسمه توتوبي وشافهم كي يوجدوا في السلاح أوليفر لم يفهم واله فخداوه ومشاو حتى وصلوا لدار السيد براون وهنا كانوا باغين يدخلوا للدار حاول أوليفر يوقفهم ولكن تغلب وطلعوه من واحد السرجن كي يدخلوا يحلهم الباب وهو كي يحل سمعهم براون وفاق أوليفر مشا كي يجري عند السيد براون ولكن بيل ضربوه بالسلاح فجأت في دراع أوليفر ثم هزوه وخرجوه 40 من الدار بيل تأكله وطح في الواد وتوبي اخذ أوليفر وده الفيغن الذي حاول يوقف الدم من يده بيل رجع للدار وكان مازال عيان وقال الفيغن غير يقدر ينوض سيضع أوليفر لشي قنت ويصفيها له نانسي كانت تسمع ليهم وفاشمشا فيغن دارت المنويم البيل ومشات للدار براون ولكن لم تجدوا وقالت المديرة للدار تقول لبراون بشي تلاقيها ضروري ينهار الحد مع الثناش في القنطرة وإذا لم تجدها يبقى يمشي كل نهار تماما في نفس الوقت بشي يقدروا يعتقوا أوليفر وصلي الحد وكان فيغن يداوي الجرح وبقى يشكر فيه حتى ترد ليه البال وهنا كانت نانسي باغة تخرج ولكن بيل حبسها فيغن قال ليها تهبط معه للقبو وتشد ليه الشمعة وهنا بدأ يشك فيها ومشى عند شارلز بشي يبقى حاضيه بلما تحس به الغد ليه مشات القنطرة ولقيت السيد براون تماما وقالت ليه أوليفر لم يسرقوش وقال ليه سيكون في دار فيغن وعطيته العنوان للدار وقال ليه خاصة تعتقوا قبل ما يقتله براون قال ليه ها سنعلم البوليس وهنا كان شارلز يسمع ليهم ومشى ديركت عند فيغن وبيل وقال ليهم بيل تعصب وقال فيغن يهربه هو الدراري من تماما وهو مشى عند نانسي وقال ليه بالليه عرفت اشدرتي قلت ليه باللي مجبدات سميته ولكن مرحمهاش وضربها الغد ليه جات عندها صاحبتها ولقيتها ميتة توبي مشى عند فيغن وقال معه الجورنال اللي مكتوب فيه باللي نانسيه ماتت مقتولة وبالليه كيقلبوا على السيد اللي ديما كيكون معاها وعندوه كلب كبير وبيض وكيقلبوه حتى على فيغن اللي يواخد معه الدري الصغير أوليفر وهناك نشوفو بيل اللي يمشى لواحد الخلاب بشيقتل الكلب دياله حيث هو الدليل الوحيد اللي عليه الكلب حس بالغدر وهرب من ثمة ومشال عند البوليس بيل مشافين كينين دراري وفيغن وكان كل شيء ما حاملوش حيث قتل نانسي وحتامون شارلز هجم عليه على وده هذا الشيء اللي يدار الكلب ديال بيل ادار البوليس حتى للدار اللي مخبيين فيها ولكن بيل خداء أوليفر وهرب من السطوحة ديال الديور ربط راسه بحبل بشيء ينقذ لواحد دار وغير وصل للسرجم سمع صد الكلب دياله ينبح فتخلع وطاح ومات وهناك نشوفه أوليفر في دار ديال سيد براون اللي اعتادر منه حيتشكوه فيه أوليفر بغي يشوف فيغن ومشال عنده للحبس فالقاه بدك يحمق قرب لعنده وشكره حتى الله فيه فيغن بدك يقول لي على فين مخبي صندوق ديال المجوهارات وأوليفر حزن بزاف على فيغن وبكا عليه بزاف حيتعرف باللي تتحكم عليه بالإعدام مراها عاش أوليفر مع براون حياته كلها وهنا تسالة الفيلم ديالنا نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفيتا وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجارس باش تفرجوا في الملخصات الجاية طالله وانتلاقاو في الفيديو الجاي